حول رسام فيتنامي منزله إلى أكبر متحف لأشرتة الكاست والراديو القديمة في فيتنام وأحد أكبر المتاحف من هذا النوع في العالم التعلق بذكريات الماضي والحنين إليه كان وراء حب الرسام نجوين ثوي الشديد لشراء أجهزة الراديو والكاست لقد بدأت في جمع أجهزة الراديو ذات يوم في الحي القديم عندما سمعت بعض الألحان على مشغل كاست قديم تذكرت شبابي وقررت البحث عن الراديو القديم الذي كنت أمتلكه انغم سثوي مع مجموعات هوات جمع أجهزة الراديو الموجودة على فيسبوك وانشغل بالبحث في قوائم موقع الشراء إي بي حتى أنشأ ناديا للعثور على أجهزة الراديو ومبادلتها أقوم بجمع أجهزة الراديو ومشغلات الكاست التي تشعر الناس بالحنين إلى الماضي بما في ذلك تلك المصنعة في فيتنام والتي استوردها البعض من دول أجنبية عادة ما تحتوي مشغلات الكاست على أجزاء مكسورة بسبب الاستخدام لفترة طويلة ويقوم ثوي بإصلاحها لكي يستطيع استخدامها وبعد جمع أجهزة الراديو ومشغلات الكاست وجد ثوي العديد من الأشخاص الذين يتشاركون نفس الحنين إلى الماضي لذلك يساعدهم في البحث عنها والحصول عليها عشق ثوي لأجهزة الراديو دفعه أيضا إلى إنشاء ألبوم خاص به من أجهزة الراديو ومشغلات الكاست والذي يأمل في نشره قريبا